يوزن العاملون كما دل عليه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وكما دل عليه الحديث إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جنح بعوضة وحديث عبد الله بن مسعود هذا الدليل على أنه يوزن العامل ويوزن أيضا العمل فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان وزنوهما ثقيل في الميزان ويوزن أيضا الصحائف التي تدون فيها الأعمال وتسجل فيها ما يكون من الإنسان كما قال الله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ ما كنتم تعملون يكتب ما كان يعمله الإنسان في هذه الدنيا كل شيء ثم يوضع في الميزان في الحسنات والسيئات وذليل ذلك ما في حديث عبد الله بن عمر في قصة البطاقة فيؤتى برجل وتوضع صحائفه وهي تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر يعني ما ينتهي حتى ينقطع البصر طولا في كفة ويؤتى ببطاقة في كفة فيها لا إله إلا الله فتطيش تلك السجلات تتطاير لكن هذه البطاقة ثقلها هو ما كان في قلبه من عظيم التوحيد والإخلاص وصدق الإيمان بالله عز وجل واليقين مع ما كان معه من سيء عمل فالمقصود أن الوزن يكون للعامل ويكون للعمل ويكون لسجلات الأعمال فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن ثقلت موازينهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون